كربلاء المقدسة محط أنظار عاشقي أهل البيت عليهم السلام فذلك يجعلها تحتضن زيارات المليونية في عدة مواصم من السنة الأمر الذي يتطلب وضع الخطط لحماية الزائرين وتنظيم مسير الزيارة عمل حمله على عاتق قسم حفظ النظام التابع لعاتبة العباسية المقدسة لكن هذه المرة متحدين خطر جائحة كورونا كونهم على تماث مباشر مع الزائرين فيما يخص الزيارات المليونية حفظ النظام عنده خطط أو خطة داع ثابتة للزيارات المليونية بالإضافة إلى هي أهمها زيارة الأربعينية زيارة أربعينية لإمام الحسين وخاصة بهذا الظرف الوباء عدينا خطة استثنائية لهذا العام منها حسب توجيهات سماحة سيد المتولي الشرعي وسيد الأمير العام وأيضا سيد نائب الأمير العام دام توفيقهم بتوفير الكمامات والكفوف للمنتسبين والمتطوعين كافة أيضا توفر قناع للمتسبين والمتطوعين بعدد 2500 قناع يقتدي أثناء الواجب بالإضافة إلى توفير 2000 متطوع من هيئة قمر بني هاشم وهيئة كفيل زينب عليه السلام أما بخصوص أعمال قسم حفظ النظام تلخص بثلاث فقرات التي هي القضية الأمنية والقضية الصحية التي استثنائها هسا بالإضافة إلى القضية الخدمية لأن الجانب الأمني لأهمية كبيرة في زيارة الأربعين المليونية وضع قسم حفظ النظام خططا خاصة بتنظيم دخول الزائرين الكرام وخروجهم والقيام بعمليات التفتيش بأفضل أجهزة الحماية كأجهزة السونار وأجهزة فحص الحقائب الحديثة وكاميرات لمراقبة الحالات المشبوهة في مواقع عديدة منها مواقع خارجية وأخرى داخلية إضافة إلى خدمات تنظيم سير الحشود المليونية وتعفير الزائرين في نقاط التفتيش للحد من انتشار هذا الفيروس